السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته في الصفل الثاني و اهلا بكم في حلقة جديدة ان شاء الله النهاردة معنا حل اسئلة زمن المضارع التام اللي شرحناه في الحلقة اللي فاتت اتسف ان الحلقة اتأخرت ان شاء الله حلقتنا الجاية هتكون مستمرة زي ما حنا متعودين السبت والثلاث والخميس الساعة خمسة ياريت بقى لو انت لسه جديد اول مرة شوف القناة كله هتعمل لو انت هايست تابع معنا هتفعل الجرس يعني هتشترك وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل اشعار بفيديو جديد ولو اعجب الفيديو ممكن تدعم اللايك وتثبت لي اسمك او احضارك بكومنت رطيف منك طيب تاني حاجة انك لازم تدخل جروب التلبرامو عشان بينزل عليه مراجعات وبينزل عليه بدء افات تقريبا لكل المواد يعني هتلاقي فيه هناك صحاب كتير ليك تمام وكمان جروب الفيسبوك لو عندك اي سأل مش واضح بتقدر تنزله هناك وبيتحل هناك تمام حتى لو في اي مدى مشروط اللغة الانجليزية تمام يالله بينا كده بسم الله الرحمن الرحيم حياب اقول ان حلقة الشرح هلين لحد السؤال ال 12 عشان ما حدش يقول لي هنبدأ من 13 طيب نيجي كده معانا number 13 بيقولك ايه بعد كده بيقولك space بعد كده got home by dinner time طيب هنذهب للبيت قبل وقت العشاء تمام هو got home got هنا معناها تصريف ثالث تمام كده تمام تصريف ثالث يبقى هيا ينفع معاها هين ايه يا مستر ينفع معاها مستقبل ثام طيب مستقبل ثام انا عرف انه بيتكو من will have والتصريف الثالث طيب ليه يا مستر يستخدم هنا مستقبل ثام لان هنا عندي buy buy بتساوي before buy بتساوي before يعني معناها قبل احنا هنكون وصلنا البيت قبل وقت الطعام قبل وقت العشاء معلش تمام تمام وانت عارف يا مستر ان before buy بيجي قبلهم ايه بيجي قبلهم اللهم اصلاح عنده بي مستقبل ثام وكمان buy is time وهتقبلنا دلوقت ويتفهمها تمام تمام يبقى هنا انا عايز will بعد كده have والتصريف الثالث اللي هي دي تمام تمام ما تنساس subject اللي في النص will she have got home by dinner time طيب number 14 بيقول لك ايه in a year's time يعني في وقت من السنة he space taken اوه ركز اوه في ان هنا برضو تصريف الثالث to some more search of job لبعض الكثير من الاماكي الهمة لالعمل تمام كده طيب he has been ولا he had taken ولا he will have taken طيب ركز لي برضو استخدمناه في الاول year's time انت عارف يا مصر ان هي بيجي ورها ايه بيجي ورها كومة بعد الكومة بيجي المستقبل التام يبقى هنا هناخد he will have taken تمام كده قولناه في الحالة اللي فاتت طيب number 15 بيقول لك you space done a lot of your work by the end of this month يعني انت بتقولي بنهاية هذا الشهر تمام انت هتعمل الكثير من العمل بنهاية هذا الشهر you will be frozen وقتها انت هتكون فوضي تمام انا عايز اقول انك هتكون فعلان انهيت انهيت العمل بتاعك على نهاية الشهر دة بالفعل انت تكون انهيت بعد الشهر ولا قبل ما الشهر يخلص ولا قبل ما انهيت الشهر تيجي لا انا عايز اقول قبل ما انهيت الشهر تيجي طيب قبل ما انهيت الشهر يتيجي يبقى هنا سأستخدم مستقبل تام طيب مستقبل تام اللي هو تكوينه will have والتصريف الثالث اللي هي الضم وغير كده كمان يا مستر أنا ما ينفعش استخدم will be تمام لان will be دي بتعبرلي عمستقبل بسيط ومستقبل بسيط مستقبل بسيط ما ينفعش وراها تصريف ثالث تمام تمام هاد و هاف هنا مش هينفعه خالص لان انت بتقول لي ايه بتقول لي buy the end of this month يعني بنهاية هذا الشهر يعني حاجة في المستقبل فهنا مش هينفع استخدم هاد لانها ماضي وبرده هاف مش هينفع استخدمه الوحده تمام ويجي وراها تصريف ثالث معي شباب طيب نامبر سكستين بيولك شي spacework buy seven اوه انا عندي هنا buy يا مستر قلت بتساوي four وبيجي قابليها مستقبل تام تمام كده تمام لو انا بقول قبل الساعة سبعة تمام so i don't expect لذلك انا مش متوقع شي ولا accept ان هي تقبل the dinner invitation لها دعوة العشاء تمام تمام ليه تمام انت قلت لي يا مستر شي ايه بقى هي هتكون عملها يعني work by seven هتخلص قبل الساعة سبعة ولا مش هتكون خلصت قبل الساعة سبعة تمام هنا بيقول لي يا مستر so i don't expect لذلك انا اتوقع ان هي مش هتقبل she will accept the dinner invitation i don't expect يعني انا مش متوقع ان هي هتقبل الدعوة يبقى هي فعلا هتكون خلصت الشغل بتاعها بالسبعة ولا مش هتكون خلصت طبعا مش هتكون خلصت يبقى هنا انا لازم حاجة نفي نفي هو كله نفي اصلا تمام تمام يا مستر will you have done ليه يا مستر will with subject ديف حالة السؤال وبعلي كده هافو تصريف الثالث number 18 she is based her university degree by December next year انا بقول قبل December السنة الجاية تمام قبل December السنة الجاية لازم يكون اللي قبل باي او بفور حتا دفت لغبات كتير او يا شباب بيجي مستقبل طب هو يا مستر انت قلت لي بيجي مستقبل طيام هل دائما بيجي مستقبل طيام لو ما عنديش في الاختيارات مستقبل طيام يعني اول حاجة بتوع عليها عيني مستقبل طيام لو مش موجود مستقبل طيام يبقى استخدم مستقبل بسيط تمام كده لو اول والانفنتيب على طول طيب يبقى انا استخدم will have والتصريف الثالث اللي هي number b will have got وركز او انه في افعال اللي هي shot read hot cut شوية افعال كده في تصريفاتهم كلها نفس الحاجة يعني في التصريف الاول والتاني والثالث نفس الحاجة زي read 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 cut 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 shot 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 كل الحاجات دي نفس الحاجة بالضبط تمام تمام اما هنا get got واضحة لك انا جدت باشر حتة تانية number 19 بيقول لك if he doesn't hurry لا هو مأسرعش معاليش تصريف اوه مأسرعش اوه تمام فاكر الحتة دي اوه دي من حالات if من حالات if حالات if يبقى لازم في الناحية التانية في حاجة اسمها will تمام يبقى لاما دي لاما دي لاما دي زي سبيز before he comes قبل ما هو ييجي اوه سلامة هنا جابلي before او باي يبقى لازم هنا مستقبل لاما مستقبل تاما مستقبل بسيط تمام تمام هل هو مستطيع ان هو يقبلهم لو مآصرعش هيmile انه مكونont هي騐بها اوة playback او قبل ما هو ييجي تمام وبل allies او بتالي هم مش هستطيع انهما يشوفوه و Indigenous يجب عليهم الم Ley temperature یجب كما تمام يبقى استخدم ديت اللي هي مستقبل بسيط ولا مستقبل تام حلوة بقى الحتة دي طيب انا عايزة اقول هما هيكونوا بالفعل غدروا قبل ما هو يجي تمام هما بالفعل غدروا عندي هنا طبعا بفور قوة تنسى يبقى هاستخدم هنا مستقبل تام لان انا عايزة اقول هما بالفعل هيكونوا غدروا طيب ناخد كال نمبر 20 بيني ماي برادر آخوية از باس استدد يعني الآMatt زي الصيغة اللي قدامك ديت أو بيجوا وراها الله ما صلى على النبي مضارع بسيط واللي قبليها بيكون مستقبل لإما مستقبل تام غالبا لإما مستقبل عادي مستقبل بسيط تمام طبعا هنا اللي هينفع مستقبل تام لإن حتى ما عندكش في الاختراض مستقبل بسيط أصلا تمام طيب مستقبل تام يبقى إيه My brother will have completed أو أنا عايز will have وتصريف الثالث أيها فعلا الإجابة دي صح تمام نفعش تي وراها ING طيب الصيغة الثالثة دي مفيش فيها دي فهي مش تنفع برضو يعني ما هيش تصريف ثالثة complete ديت تمام تمام والبي كمبليتد برضو قلت لكم الصيغة ديت خطأ لأنها والبي الوحدة كده يا بسيط لكن ما نفعش تصريف ثالثة طيب 21 my uncle بيقول لك عمي أوخي لي space a new house يعني بيت جديد already بالفعل buys time في نفس الوقت I returned from japan لما أنا رجعت لليابان تمام مدارع بسيط أو مدارع تام وبيكون قابليها مصدر اللهم صرعنا بي مستقبل تام أو مستقبل بسيط تمام تمام توتر مستقبل تام أو مستقبل بسيط هل هنا في مستقبل بسيط لا مفيش مستقبل بسيط يبقى اللي تنفع معي هي مستقبل تام اللي هي فين will have but تصريف ثالث will have but طيب ناخد كده اللي بعد بيقول لك a بيقول لك 22 you space a puck before the next class want you بيقول له انت بعد كده نقطة الكتاب قبل next class أو الفصل الجاي ولا انت مش ناوي كده يعني تمام تمام يبقى هنا هنا طبعا عندي before يبقى لازم يجاب لها مستقبل تام أو مستقبل بسيط بيب هنا عندك مستقبل بسيط تعال كده نشوف لقد انت عندك will have read قلت لك يا نصدر ان ريد بتي بتي في الحالات الاولى في اللي هو تصريف الثاني وتصريف الثالث نفس الشكل يبقى هنا قدر اقول عليها ان هي مستقبل تام اه بالضبط كده طبعا نشوف ده اه بس ده مستقبل تمام فيه طبعا نشوف بقى الميلنج كده بيقول لك you space a book before next last one to you يعني انت هتكرأ الكتاب قبل الفصل الجاي ولا انت مش عايز تمام تمام يبقى لازم تكون مزبطة يبقى مناش دعو بالنفي طبعا اه انت ممكن تستخدم have read diet على انها مستقبل تم بس هي مقس هول يبقى ورضو مش تنفع معايي السيغة دي يبقى السيغة الصحيحة يا مستر هي الإجابة نمبر اين كما عدد التكريرات اه اه قبل بكرة هيكون كما عدد التكرارات التي تعملت بالفعل اه انت قطيل قبل بكرة يبقى لازم يجو راه قبليها مستقبل تم او مستقبل بسيط طيب هنا في مستقبل بسيط لا مفيش مستقبل بسيط طيب هوا فيديو لو في مستقبل بسيط هستخدموه لا امستر ليه ليه هنا عندي completed completed تصريف ثالث completed تصريف ثالث يبقى انا عايز مين انا عايز Will you have والتصريف الثالث ليه يا مستر ما يصدر سؤال انا وطلقك لو سيئت سؤال بيجي والبعكس سابجي والتصريف الثالث والتصريف الثالث لما يجي الوقت بقى يا عم و انا بقى 22 سنة تمام يبقى انا عايز هنا يا مستر مستقبل بسيط او تام مستقبل بسيط او تام I space my degree I hope I will get a job a good job تمام انا بأمل ان يبقى عندي وظيفة كويسة طيب ما will be good غلط لقى ان will be ما يجيش وراء تصريف الثالث will have got او دي تنفع ليه ما دي هتبقى مدرعة قصدي مستقبل تام طيب تعالى شفلي اللي بعدي will have been good لا ما دي بسف بقى مستقبل تام بس بسف مش هتنفع معان هنا ليه ما انا بقول لها I will have got انا هاحصل على درجتي انا امل ان انا احصل على درجة جيدة تمام تمام ايه على وظيفة جيدة ما انا لما بقى 22 سنة انا اكون خلصت الجامعة تمام كده تمام فانا بقى امل ان انا يكون عندي درجة كويسة فانا انا احصل على شغلانا كويسة طيب number 25 بيقولك by 20.026 طبعا هنا معانها 2026 بص الحتة دي انا فاهمها لك لو جايلك اي اعوام قادم مثلا بقول 2021 2022 2023 فيما فوق يا عمي يبقى هنا مستقبل طيب اقل من كده يبقى خلاص ده ماضي ده حاجة تمت ما ينفعش تستخدم مضرع تام وتستخدم ماضي تمام تمام بيقوله هنا بحلول 2026 the evolution of egypt يعني العداد السكان بتاعت مصر space to about 120 مليون يعني هنا هيتحولوا ل120 مليون هما حوالي ده مليون هيتحولوا ل120 مليون تمام هيا مصر استخدم ممتازة قوي انا قلتلك لما ييجي 2026 يبقى في الحالة ديت يا مصر انا لازم استخدم ايه في الحالة دي لازم استخدم مستقبل لاما مستقبل تايم لاما مستقبل تايم لاما مستقبل بسيط طيب هي ده كده غلط خلينا متفقين انه ود ده غلط اصلا لان انا بستخدم طيب will be grown برضو خلينا متفقين انه هي غلط ليس سأقول لي لأنني قلتها كتير بصراحة يعني طيب Will have been grown او لا دي حالة باسف ليس ستنفع معانا لأنه ليس هو اللي هيتم ليس هو اللي هيعلى لا دا احنا بنقول The evolution of Egypt يعني التعداد بتاع مصر هيعلى 120 مليون تمام تمام يبقى هيعلى Will have grown ليس سينفع استخدمينا حالة باسف انا قلته طيب خد لي كده 26 بيقولك Many of these vegetables يعني بعض منها الكثير من هذه الخضروات Space become Kerbed يعني أصبحت فاسدة تمام Before We cook them قبل ما نطبخهم حلو الكرام ركز لي او في الحتة Before Before بيجي وراها مضارع بسيط او مضارع تام يجي قبلها مستقبل تام طيب مستقبل تام يا مصدر اللي هو Will have وتصريف الثالث ومال مستقبل بسيط Will Will المصدر اهو و Will have وتصريف الثالث اهو طيب هتستخدم مين هنا بركز ده على فوق هنا جايب لك ايه جايب لك become 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 لها الثلاث تصريفات يعني دي ممكن نحتسبها ان هي حالة البيبي مفيش عندي اي مشكلة تمام تمام بص become 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 تمام كده عشان تكون وابحة يعني تمام يبقى هنا يا مصدر انا هتنسب ان دي تصريف الثالث تصريف الثالث يبقى انا لازم اجيب قبلها Will have اه مزبوط كده علشان تبقى ايه علشان تبقى ايه علشان تبقى اه مستقبل تام طيب 27 بيقولك buy time يعني في نفس الوقت I am 25 اخدنا الحتة دي من شوية لما انا بقى 25 I hope انا بأمل I space found اجيب ان انا احصل على وظيفة جيدة تمام هنا انت هتستخدم لي حالة من حالات المستقبل طيب will find will have found هتركزلي فين بقى هتركزلي في الحتة ده الحتة ده التصريف الثالث اه الحتة دي مش هتقيل لها بالحسف السؤال ده مش هتقيل لها بالحسف تعال كده شوف I hope انا بأمل I find found مستحيل مستحيل find found ومستحيل هنا will find found غلط تماما طيب هنا في حاجة دوليلى على السمرية عشان استخدم مدارع مستمر برضو غلط لان هنا انا بأكلم في المستقبل انا بأمل تمام وديت برضو انا بأتكلم في المستقبل تمام كده يبقى اللي جابة صحيحة هي will have found طيب ليه مستر استخدمت will have found لان هنا لازم استخدم لازم استخدم مستقبل تام علشان ما عنديش عندي هنا found وهنا found ف found found انا بأمل ان انا احصل او ان انا اجد اجد وظيفة جيدة تمام كده تمام ليه المفعول المفعول اللي اقول طريبا حاجة كده في اللغة العربية طيب لغة تكرار يعني طيب 28 بيقول لك by the age of 14 يعني لما انا او لما يجي وقت لي وانا اربعين سنة i space smart انا ربما اكونت جوزت يبقى i a طيب حلو الحتة دي اوي i probably will ولا i probably have got ولا i will probably married طيب خليه متفقين قبل ما نبدأ ان بديك كده الصيغة دي ات غلط والصيغة دي ات برضو غلط لان انا عايز حاجة في هنا will تمام تمام will be probably ولا will probably have got married انت هنا الصيغة دي ات لو استخدمتها بسيط طيب اتو الصيغة دي لو استخدمتها تام طيب نستخدم بقى تام ولا نستخدم بسيط نركز بقى اللي فوق انت قلتلي هنا ايه قلتلي باي يعني بتساوي بفور يعني قبل الوقت ده هو قبل ما انا باربعين سنة انا احتمال اكون اتجوزت تمام يبقى i have لان انا بقول احتمال لان حتى قلتها بقول احتمال يبقى i will probably have got married طيب وعلشان تكون عارف يعني i will be really married يعني انا ربما اتجوزت لا got married على بعضها يعني got married معنها يتجوز يعني على بعضها فهي حتى هنا ما جابشش get عشان تبقى صح ما جابش get عشان تبقى صح انا قلته 29 احمد's birthday يعني عيد ملاد احمد is based after 2 weeks بعد أسبوعين تمام تمام on 26 c abril يعني معنها في 26 day abril يعني يوم 26 abril تمام احمد's birthday ماله بقى اوه ركز قوي ان هنا يمثطر حالة passive يعني مبني المجهول طيب تعالا كده نشوف number a بيقول لك will have been a اوه هو will have been انت كده جبت هلي passive بس فين بقى الverb التصريف التالت ما هو موجود هنا ولا موجود هنا يعني لو جبت لي مثلا will have been started after ماش نعتبرها صح لكن هنا انت ما جبت ليش اصلا الverb التصريف التالت جبت لي بين اوكي لكن اللي بعده ما جبتوهش تمام حتى لو جبت لي بين تبقى مظبوطة بس هو فين ما جبتاش اصلا يبقى دي already مش تنفع معانا طيب is being ما ينفعش هنا مصدارع مستمر ابدا لان هنا انا بكلم عن المستقبل طيب is going to be اوه انت في فكر الصيغة ديت قلنا بنستخدمها امتا اوه لما يكون في عندك دليل بس طالما هنا جاي افطر مستحيل استخدم الصيغة ديت طيب بس بي س باي توني ساوزند وان هندرد روكليمد معناها ان هي يعني الواقع يعمل لها استصلاح يعني تمام تمام انا عايز اقول بقى هنا مصدر ان فين حالة باسف برضو يعني مبني المجهول يعني لازم تلاقي البت اللي اسمها بين ديت تمام هل هي موجودة في اي حد هنا لا يبقى الجابة ديت طيب مصدر وضحها لي معلش انت بقى اي حالك ده وخلاص طيب بص يا معل هنا استخدمت ايه هنا بقول الفين ومية ده حاجة في المستقبل خلاص يب على طول استخدمه وليام استرطاي والهاف والتصريف الثالث وجبت لك بين يا مصدر علشان ده حالة باسف تمام ده سرتي وان بيقولك ان توني سوزند توني سوزند توني سوزند توني سوزند يعني في الفين ستة وشين ستة وشين ذا بلوشن اف ايجيبت سبيس تو اباوت اه اه وان هندرد توني مينيون اذا مصدر هو مش ستقلد احنا حالوين من شوية او المسل اللي مركزة لا اذا الاختيارات هنا مختلفة تمام تمام انا بقول هنا ان التعداد بتاع السكان ماله بقى لي مية وعشرين مليون تمام تعال كده نشوف will be growing ولا will grow ولا has growing ولا have growing طيب خلينا متفقين ان ده كده غلط وده كده غلط ليه لان هنا مستقبل انا بقول في الفين ستة وعشرين حاجة في المستقبل يبقى استخدم will grow ولا will be growing طيب يعني خلينا متفقين ان will be growing اصلا سياق غطاء يبقى مفيش هلا will grow تمام كده ليه مستقبل بسيط طيب او لو كان في مستقبل تم كنت تستخدمها مستر ما عندش اي مشكلة طيب 42 بيقولك after i space all my jobs at the office يعني كل شغلاناتي بعد منا نقط كل شغلاناتي في المكتب i will go home to have a nap يعني انا هزهب للبيت علشان اخد قيلولة تمام after i pay i finishes or i will finish طيب خلينا متفقين اي دي غلط اصلا يعني لو finish اوكي بس دي خلينا متفقين ان هي غلط وخلينا متفقين كمان يا مصدر ان after بيجي بعديها مضرع بسيطة او مضرع تام وبعدها المستقبل تمام تمام ودي قلناه في الشرح عشان ما حدش يقول اي ده يا مصدر جبتها مني لا انتا حبيب معاك ورقة هوا الورقة بتاعت الملقص اللي قلناه الحصة اللي فاتت ونشرح بتكتب وراي كل معلومة بقولها في الفيديو كمان تمام طيب لو في حاجة مش واضحة في الشرح يعني على قد حالة الشرح بتكتبها في التليجرام او بتكتبها في الفيسبوك وانا بوضح هذا لكن ما تجيبلي سؤال في الجرامر قبل ما احنا نحل تمام كده؟ يعني بعد ده الحلقة دي تقدر تنزل اي سأل في الجرامر لكن ما تجيبليش بقى حاجة فالفكاب بتاع unit 8 اللي لسه ما اخدناهوش يعني على قد المنهج اللي احنا اخدناه تنزل السؤال بتاعك After I space all my jobs at the office I will go home to Havana طيب قلناها ديت قلتلك هنا مش هينفى استخدام بسيط عشان هنا جاي ورا اس وهنا اي لازم يجوارها مصدر طيب يبقى هنا ده مش هينفى اصلا وده مش هينفى لان دول مستوى اللي انا عايز مضارع بسيط او مضارع تام يبقى هافنش دي الاجابة الصحيحة طيب ناخد كده السؤال بعده بيقولك يعني زوجتي And I and I are good at languages يعني احنا جايدين في اللغات So our daughter لذلك ابنتنا بيقولك space good at languages soon يعني هتكون برضو جايدة في اللغات طيب انا عايز اقول هنا سوف تكون اوه يبقى هنا حالة مستقبل طيب مستقبل يبقى ينفعش تجيبلي مضارع مستمره طيب مستقبل will become ولا will have become يعني هنا يا مصدر هتكون مستقبل بسيط ولا مستقبل تيم ولا يكون is going to become ديت في الحالة ديت قلت لك استخدمها لو ما فيش اي حاجة من الحالات الرابط اللي هي بيستخدموها مع دول تمام تمام واله هنا فعلا مفيش اوه هنا مفيش يبقى استخدم is going to become طب سوان يا مصدر بقى نقول لي ما استخدمناش ديت ولي ما استخدمناش ديت will become هنا يا معلم will have become كنفس المعنى لازم استخدمها لما يكون في فترة زمانية او يكون في حاجة يعني مثلا اقول لك in twenty thousand twenty six اقول لك اي حاجة في المستقبل اي وقت في المستقبل اقول لك boy استخدم before استخدم اي حاجة من حالات الرابط حتى لو جينا نحطها في الميننج يعني اللي هو مثلا will have become يعني انها هكون او هتكون ابنتنا بالفعل جيدة في اللغات قبل ايه بقى قبل الوقت ايه ما انت ما حددت ليش يبقى انا مش هيبعة استخدمهم تمام تمام وقلت لك وحنا شغالين في grammar اصلا ده وده ليهم حاجات معينة علشان تستخدمهم في الجملة ليهم حاجات معينة علشان تستخدمهم في الجملة اللي هي الازمينة اللي بتستخدم فيها يعني تمام تمام انت صراعا عندك كزا حاجة في المستقبل يعني لسه في حاجات تانية ما اخدته هاش تمام هو المستقبل كل لغة مش بيستخدمون كل لغة يعني في الحوار وكده مش بيستخدمون يعني ممكن بس حالات F يعني اللي هو حالة F الشرطية الاولى بس لكن غير كده وانت بتكلم يعني مثلا لو انت عايز تعيش في انجلتورة وبريطانيا ما بيستخدمش في حاجات دي بس هم جايب انهم لكم في المنهج فعشان كده انا بنشرحها يعني تمام 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 هي دعتني تمام يبقى انا نقط مع خلتي او عمتي اثناء السبعين الجايين الاجازة تمام في اليكزاندري هي دعتني تمام هنا انا قلت ديورنج و ديورنج مستر لازم 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 ديورنج او اسباند او اي حاجة ديها تيجي معها الاستمرارية يبقى مفيش عندي انا حاجة استمرارية غير Perspective Finale I am staying إني انا همكوس with my aunt عند عمتي sprayed su teater لماذا نستغل شىg di lobster ما بتساذう well stay ليست نفع معانه هنا لماذا؟ لان انا ب utilized stain هنا كان ديورنج فترة زمنية نفس الفكرة بتعدية برضه صẩحت انا لي ثم ساكده نحف يقول لك she has made up her mind معناها انه حسم الموقف خلاص او قبرت دماغها she is based التي معناها الستائر كلها تغير الستائر هو هنا حسم الموقف يبقى هي سوف تغير الستائر هنا has made up خلاص يا مستر هنا قال المضارع تام يبقى لازم في الجنب التاني يكون والمصدر او والمصدر في الثالث او عن اي حاجة فيه مستقبل تمام تمام طب ما تركز لي كده في الجملة هو في حاجة هنا عشان استخدم خلينا متفكين ان يفيش عندك ده كده غلط وده كده غلط لان انا عايز مستقبل طيب خلينا متفكين ان اللي هو المستقبل التاني مش موجود تمام تمام مش هستخدمها ليه مولدين نفس الاستخدام اصلا وكده ولا كده هم عايزين فترة زمنية محددة يبقى دي برده مش هستخدمها وليهم تكت عشان يستخدمها تمام تمام يبقى تمام كده يبقى اللي جابة نمبر اي ناخد كده الرقم اللي بعديها 36 بيقولك leave the baby here and i space after here after هنا مش معاناها بعد after هنا معاناها ان اعتني اللي هي look after يعني اعتني بي تمام تمام انا لما قلت leave the baby here يعني سيب البابي هنا and i will look while i am going to look while i will have looked while i am looking after here اللي جابة صحيح هنا will look after ليه بقى هنا استخدم will look after لان هنا طبعا انا عندي في الصيغة الاولى او في الجنب الاول عندك هنا leave the baby here يعني هنا انا عندي مضارع بسيط ومضارع بسيط يبقى انت عايز الجنب التانى والمصدر طيب ما انا ممكن استخدم going برضو تمام بس ما استخدمتاش ليه لان هنا طبعا عايزة دليل اللي هو مستقبل بوجود دليل لكن هنا انا مش معاي اي حاجة تدول على دليل تمام كده ومال هنا ليه ما استخدمتش لان هنا معاي دليل انها خلاص حصي ما الموقف تمام بس في حاجة عايزة نوها عليها ان رقم 33 هنا خلينا نقراها تانى عشان هي فيها غلطة بيقولك my wife and i are good at language احنا قلنا جايدين في اللغة so our daughter لذلك ابنتنا good at language so يعني هي اكون جايدة في اللغات برضو تمام تمام هنا انا هستخدم will become لان هنا الجابة هنا طبعا will we المصدر اللي هو become علشان هنا ما عنديش برضو دليل نفس فكرة رقم 36 تمام كده تمام يبقى نستخدم will become حلو الكلام حلو الكلام طيب شوفلي كده رقم search 7 بيقولك i space that book buys time في نفس الوقت you get her لما انت هتحصل علي هنا تمام it is very long انها طويل جدا تمام طيب انا عايز اخاهمك هنا ان عندك هنا buys time او يبقى على طول الحتة لازم تستخدم معاها مستقبل هنا طيب مستقبل هنا هيكون ايه هيكون will have read ولا will والمصدر طبعا والمصدر مايش عندك فنفيش غير هنا will have read طيب ما انت عندك هنا won't have read تمام يبقى هنا مستقبل تان مام فيه مستقبل تان مزبت طيب نشوف بقى المعنى تمام انت لا بيقول له انا will have read يعني انا سوف اقرأ الكتاب دوت في نفس الوقت you get her لا اما انت لما انت هتحصل عليه هنا it's very long انها طويل جدا لا هو هنا هيقول له i won't have read يعني انا مش اقرأ الكتاب دوت باست طيب في نفس ال او الحد مما انت هتجيب الكتاب دوت من هنا it's very long انها طويل جدا فعلا ده نفس المعنى او ده meaning الصح انه او انا مش هشتري الكتاب دوت او او انا مش هقرأ الكتاب دوت لحد مما انت تجيبه من هنا وتقرأه لانه هو كبير جدا ده نفس المعنى او ده المعنى الصح طيب 308 بيقولك i have sharpening يعني انا خلتها احد يعني زع كينيف يعني سنتها سنتها سكينة تمام as i space zami تمام اللي هو اللحمة تمام اي 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 انا بستطيع يعني ان انا اطع اللحمة طيب هنا انا قلت ايه قلت have sharpening تمام يبقى هنا انا استخدمت مضارع تام حلو قوي تمام يبقى هنا انا عايز حالة مستقبل طيب مستقبل دوتينفع لا مينفعش ليه لان هنا will be وبعد كالتصريف الثالث مش هتنفع معي خالص طيب هنا will have cut او ممكن لان هنا cut cut من الافعال اللي هو جانا الجامل زي فعل read كده الوارد هنا ما هو تصريف الثالث وقت هنا ما هي تصريف الثالث تمام يبقى will half cut هنا الاجابة صحيحة ليه ما هو لان هنا انت تستخدم مستقبل تام هستخدم مستقبل تام ليه لان عندك هنا مضارع تام لما يكون هنا مضارع تام وبعد كده الربط ما بينهم باز لازم الحتة تانية يكون مستقبل تام تمام كده طيب number 39 بيقول لك rudina space here family in a suit as belanded تمام يبقى هنا خطة خطة يبقى is going to visit تمام هنا لو في خطة اونية يبقى belanded يبقى is going تمام number 40 بيقول لك when you arrive لما انت تكون وصلت when you arrive لما انت توصل يعني when deal اللي هتسوي after يبقى وراها مضارع بسيط او مضارع تام وبعد كده بيقى وراها في الجنب التاني مستقبل تمام ثالث لو مستقبلتان طيب 2041 بيقول لك in my opinion في رأي مالك space the factory gama of medicine طيب she is an excellent student ان هي طالبة وممتازة جدا تمام ان رأيي ان مالك اي بقى will join ولا jones ولا it's going ولا it's going to join تمام انا قلت هنا في رأيي وبعد كده قلت لك في الاخر she is an excellent student يعني هي معناها دلوقت اني اي طالب وان فرأيه تدخل الجامعة اعتبر اني فطالب سنوي يبقى هي هنا بتتكلم عن المستقبل تمام مستقبل يبقى is going to join ولا will join تمام هستخدم will join لماذا؟ لان هنا قلت في رأيي او in my opinion لما يكون بتكلم عن رأي يبقى will وي المصدر تمام number 42 our company space على فكرة الدرس احنا شرحينه في unit 3 الترم الاول عشان الناس برضو اللي بتغبط في اللي هو بتاع going وبتاع will والمصدر الحتة ديت مشروحة في الترم الاول تمام كده في unit 3 طيب our company is based a delegation يعني to the international economic conference يعني المؤطمر الاقتصادي العالم تمام يبقى الشركة بتاعتنا عملت وفد ل اللمس اللعنوي المؤطمر الاقتصادي العالمي يبقى هي will send ولا going to send ولا or ascending قليلا اصلا ان هنا مفرود يبقى في ر وهي مش موجودة يبقى ديت كده غلط طيب ascend برضو مش تنفع لأن ديت our company طيب هتبقى will send ولا ascending وكماما عندك شحنا حاجة بتدل على اسمريب على طول استخدم well send تمام كده تمام انها سوف تلسل الوافد يعني تمام تمام وده برضو تطور عليها من unit 3 يعني في حاجة هنا اصلا هو مش مشارحها في الجرامر يعني مش راحناش في الجرامر بس معتمد على unit 3 طيب 43 يقولك i expect to have finished the report يعني انا بتوقع ان انا بتوقع ان ال report يكون بالفعل خلص by يعني قبل 11 clock يعني قبل الساعة 11 تموره بكرة ان هو يكون خلص قبل الساعة 11 بكرة this means يعني تمام the report expert expectus يعني هو من المتوقع to have finished by 11 يعني هو يكون خلص قبل الساعة 11 بس هنا ال report مش هو اللي هيتوقع المفروض هو اللي هيتم التوقع ان هو يكون خلص يعني مش هو اللي هيتم تخليصه معايا كده تمام يبقى the report is expected يعني هو من المتوقع to have finished تمام هي دي صح هي دي الصح ليه بس ثواني يا مصدر بص كده على بعدها انت عندك هنا بين وانت قديني ان ال report ال report هو هنا مبني المجهول يعني حالة بسف يعني اللي هتمفع معايا بس يا مصدر هي اللي بعدها ديت ليه بقى ليه مش انت قلت يا مصدر النمبر بي صح لا بس ما فيهاش بين تمام تمام the report expected to have been finished تمام اللي هو يتم تخليصه by 11 clock tomorrow اصلا ال report دوت هيتم بوسطة بيبل تمام يبقى هنا حالة بسف 44 بيقولك my car expected يعني من المتوقع ان عربيتي to have been shaked او شفت ديت توضحها لك اكتر من المتوقع to have been shaked ان هي بتم فحصها in half hour in half an hour يعني في نصف ساعة تمام this means هذا يعني ايه i expect anna tوقع my car to have shaked in half an hour يعني انا متوقع ان عربيتي ان هي بتتفحص في نصف ساعة لا ليه مؤسل العربية مش have shaked على طول لازم هنا يكون فيه ويكون هنا كمان بين تمام تمام ليه لان انت مستخدمني هنا صيغة المسابر التان فهنفعش انا غير لك الصيغة واجيب لك ما فيش هنا ولا تمام زع mecanic will have shaked my car in half an hour ايو بالضبط كده will have والتصريف الثالث وهنا mecanic اللي هو اللي هو السبجكي مظبوطة كده طيب زع mecanic will have been shaked لا موش will have been shaked مفيش هنا بسهب هنا انا قدر اقول بقى زكار will have been shaked تمام تمام buy mecanic هتشيل my car تمام الحتة ديت محتاجة تركيز بس طيب 45 بيقولك i will have returned home by nine يعني قبل الساعة تسعة اكون وصلت للبيت the word by هنا بتعني ايه طبعا بيفور واناك ازا مرة طيب 46 بيقولك i expect dr moustafa انا بتوقع ان dr moustafa to have opened ان هو يفتح his clinic اللي عادة بتاعته by 2022 what does this mean هذا بيعني ايه طبعا بيعني هنا انتعال نشوف كده dr moustafa is expected to have opened his clinic by 2022 تمام هو متوقع ان هو يفتح العادة بتاعته طالما ما غيرتش الزمن يبقى صحيحة مزبوطة طيب dr moustafa's clinic يعني هنا ال object اللي جاي الاول expected to have been مزبوطة dr moustafa will have opened يعني هو سوف تمام will have وتصريف الثالث his clinic by 2022 مزبوطة تمام ما اصلا انتعارف هي ديات كده بتادي نفس المينيك بتاع دوت بالزبط واخدتوه في اخر حتة اخر جزئية في الحالة بتاعت الشرح يبقى ايه بيو سي صحيح طيب طيب تعال كده شفلي اسئلة الادفانس بسرعة يلاه number 1 by 20,020 يعني بحلول او 2020 he is based a house in cairo بيت في القاهرة he has got a promise that his father will do so يعني هو عمل وعد ان ابوه هو اللي هيعمل كده راحز او في الحتة دية تركز اوي هنا 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 هو وعده مين؟ وعد ابوه يبقى البيت البيت دوت هيكون مين اللي جابه ابوه مش هو تمام؟ تمام يبقى هي will have bought هو هيكون اشترى بيت لا ما انا لسه اقلق ابوه يبقى هي will have been bought بالزبط كده يبقى هو هيكون تمة عملية شراء البيت تمام كده؟ هيكون تمت عملية شراء البيت وهو هيكون فعلا هنا الابجيكت هنا هيكون هو الابجيكت تمام؟ طيب he will have been bought تمام he will have been bought a house in Cairo by his father بس كده تمام؟ نمبر تو بيقولك I'm sure ان متأكد زاد تمورو ان بكرا you space انت نقط all about this rules يعني كل القواعد ديت you will ركز او في البداية بقية الجملة دي هي اللي هتفاهمك المعنى هل هي مانفي ولا هل هي مثبت you will break زي ما جان انت بتقولك هتكسرهم تاني يبقى انت ايه انت هتتطبع رولز دي؟ لا مش هتتطبعها يبقى you won't forget ان انت مش هتنسى ولا you will be forgetting انت سوف تنسى الحاجات دي لا طبعا انا عايز هنا اثبات ان انت هتنسى القواعد ديت لذلك انت قصرتها تمام؟ you will break them again طيب يبقى هنا اثبات طيب will be والتصريف الثالث ولا will have والتصريف الثالث لان هنا انا بعبر عن مستقبل تان طيب نمبر ثري before you leave home طبعا before بيجوروها مدارع بسيط او مدارع تان بعد كده your belongings يعني الانتماءات بتاعتك طيب هنا الobject يبقى هنا ايه هنا الobject يبقى will have been والتصريف الثالث طيب كده تمام نمبر فور بيجوروها مستقبل تان نمبر فور بيجوروها مستقبل تان السنة الجاهي is based a farmer for 20 years اوه ركز اوه في الحتة دي وبعد كده مدة هنا فور وبعدها بريود لازم 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 هنا مستقبل تان لازم يبقى هي will have been a farmer استنى will have been a farmer for 20 years او مزبوطة لماذا؟ will have والتصريف الثالث تمام بين دية جامن بي تمام نمبر فور بيجوروك بايزتايم في نفس الوقت i am a farmer ان انا بيكون up students to love space much better schools يعني بيكونوا اقصر او اكصر افضلية من المدارس تمام بيبقى students a طيب طب بيقولك اي سابك من معنى خالص ركز لي هنا بايزتايم بيجوروها ايه بيجوروها ا تمام بيجوروها مضارع بسيط او مضارع تان بعد كده الجامب التاني بيكون مستقبل طيب هنا هستخدم اي بقى هستخدم will attend اللي هو مستقبل بسيط ولا هستخدم will have attendant لا هنا هستخدم time تمام هستخدم time عارف ليه هستخدم time هنا مش هستخدم بسيط هقولك ليه لان هنا هيكونوا الطلاب بالفعل حضروا much better schools تمام كده هيكونوا بالفعل حضروا تمام تمام يبقى هنا لازم will have والتصريف التالت اللي هي مستقبل بسيط مستقبل تامي طيب ناخد كده لبعديها number 6 بيقولك by November يعني بحلول شهر November all the leaves كل الأوراق space fallen of the trees يعني تقع من على الشجرة in our garden على الحديقة تمام تمام يبقى all the leaves مالها بقى will have been ولا would have ولا will be ولا have fallen طيب بركزينا في الverb هنا فالن تصريف التالت يبقى هي مالها يبقى انا عايز هنا will have وتصريف التالت تمام كده تمام لماذا استخدمتش مثلا بسيط لان هنا طبعا عندك فان ان ستريف التالت فهو اللي بيكبرك لنستخدمه الهاف طيب number 7 being intelligent or konak zaki أي وقت دليل تمام I think احمد space first in the next final exam يبقى على طول going to لماذا؟ موادة دليل being intelligent konak zaki دوا الدليل على ان احمد هيجيب الدرجة انها في الامتحان طب تعالى نعملها بالحسب عشان الناس الموش عارفة هنا طبعا انا باستخدم next final exam يبقى مش هينفع معي مضارع مستمر تمام will become هنا تنفع لا برضو مش تنفع معي لماذا؟ ما هو اصل will b والتصريف التالت مش تنفع معي هنا خلص تعالى كده شوك اللي ديت بيقول لك هنا ايه will have come طيب will have والتصريف التالت will have والتصريف التالت يعني معناها انك بتستخدم مستقبل تان طيب هنا ينفع استخدم مستقبل تان ان هو هيكون احمد بالفعل هيحصل على الدرجة احمد هيكون بالفعل حصل على الدرجة in the next final exam قبل next final exam لا 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 لان هنا من حيث الميننج انا عندي being intelligent يعني كونو زكي دوت الدليل اللي خلاه يبقى الاحسن في المتحان الجانب تمام number 8 buys time i am 25 يعني لما اكون انا 25 الحتة دي الكرار كتير i hope i space a good job تمام يبقى انا بأمل ان انا ايه طبعا i will 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 have لان هنا انا الصيغة اللي قدامك ديت لا يمكنك استخدام فيها المستقبل تم ومستقبل بسيط وعندي شنة تم لذلك انا استخدام بسيط اللي بعدها كده بيقولك number 9 بيقولك by the age of 20 يعني بما بأنا 20 i expect انا بتوقع i space at university for 2 years اوه for بعدها period يبقى على طول هنا لازم يكون تم يبقى will have been تمام will have وتصريك التالت بس كده انا خلاصنا النهاردة يا ريت يا ريت لو في حاجة مش وابحة تكتبها لي في الكومنتس لان انا والله بكون مجهز الحالة وبعمل لعليه بس ممكن الحتة تكون وصلت لك ما وصلتش لغيرك فانت حاولت عيدها تالي ما فهمتاش اكتبها لي في الكومنتس انا معاك على التليبورام تمام بس يا شباب اذا كان في فضل فالفضل كل من ربنا سبحانه وتعالى لو كان في تأثير فالتأثير منه من الشيطان لو في اي حاجة ما في امتهاش تكتبها لي في الكومنتس وانا هاكم معاك ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش على خير صلوا على خير انا يمسايدنا محمد العليا يفضل الصلاة والسلام